مصادر دبلوماسية عديدة وكانت قد أشارت لارتفاع أعداد النازحين في الجنوب إلى ما يقارب 300 ألف مدني بسبب الأعمال القتالية الدائرة هناك الجانب الأمريكي المتابع للوضع في هذه المنطقة أبدى قلقه مما يحصل هناك حيث أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيدر ناويرت للصحفيين بأن مخاوف شديدة تنتابهم بسبب الوضع هناك والذي أثر أيضا على دخول المساعدات الإنسانية وفي سياق ذي صلة وكاستمرار لمطالبات أممية عديدة سابقة حث مكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفاوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأردن يوم الثلاثاء على فتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرارة من الصراع المتصاعد في منطقة درعة بجنوب غرب البلاد الأردن أبدى بدوره تحفظات عديدة تجاه هذه المطالبات وقلقا من تسلل عناصر إرهابية إليه بين اللاجئين في حال دخولهم حيث أعلن في بيان صادر عن الجيش الأردني تخوفه من استغلال تنظيم داعش لأزمة الفرين من محافظة درعة جنوب سوريا بالمقابل أعلنت الحكومة الأردنية على لسان ناطقة باسمها جمان غنيمات عن فتح ثلاثة معابر على الحدود مع سوريا للإسراع في تمرير المساعدات للنازحين السوريين بحسب وكالة عمون الأردنية في حين لم تفصح غنيمات عن المعابر التي سيتم فتحها لكنها أشارت إلى أن 36 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الحدود باتجاه الأراضي السورية محملة بالمساعدات الإنسانية